العديد من الفنانات اللي كيتحاربو داخل الوسط الفني ولكن ما كنعرفوش للأسف السبب كيف ما شفتوه آخر فيديو كان عن بلقيس واليوم غادي تشوفوا الفيديو عن سلمة راشيد اسمي في مهرجان مغربي هما قالوا لي أنني غنكون أنا والفنانة أحلام وقالوا لي أنه للأسف مش حنقدر يعني نكمل العقد فقالوا لي لأنه أحلام قالت لو عاوزين أن أنا آجي وأعمل الحفل شيلوا سلمة هاد الفيديو غادي نبش في مواضيع أخرى كملو حتى الآخر سلمة راشيد كانت عند هالشرقة واذكر الشخص اللي منعها من أنها تغني في المهرجان وأيضا حتى أنها تكون مشهورة في الوطن العراري في حين كلقوا بزيف الفنانات كيكتافوا الصمت وكيعانيوا بصمت ومنهم بزيف كيف ما شفتوا الفنان راغي بعلامة اللي حتى هو التحارب كينا الفنانة بالقيق كينا دنيا باطمة كينا سعد المجرد والعديد العديد العديد ذكر اسم أباخي الأسامي اللي كيتحكموا في الفنانين واللي كي يطلعوا ويهبطوا الفنان اللي بغاوهما واللي على مزاقهم واللي غايمشي على الكيف كيف ديالهم سينو مصيرك الإهمال وافق على جميع شروطنا أو الإهمال والنفء من المهرجانات والفعاليات اللي كتكون على مدار السنة أش باليكم واش فيما مشينا كين الفرزيات حتى في الفن اللي كنقولوه الناس دياله والأخلاق دياله يعني فن راقي سامي الناس دياله كيكونوا حساسين وكيكونوا صنصيب وكيكونوا راقيين يعني كيكونوا بعيدين على الشبهات كتلقاهم حتى هما داخلين لتخلويد وحتى في الوسط الفني دياله كيف ما كتشوفوا إلا لحتوا دائما في المسلسلات الرمادانية ولحتى الأفلام كيكون مركز على فقط شخصيات كنقو نشوفهم هاد رمضان وهاد رمضان ورمضان آخر فقط لا غير في حين كينين عندنا نوجوم واعلين وزوينين كنشوفهم ناديرا بحل قامر مرة مرة عاد كيطلع لنا اولا كيتعطفوا ويعطوهم اجوا خدموا في هاد المسلسل في حين كين واحد الوجوه اللي كتفقي تشوفها هاد العام والعام الجاي وهاد الصمان والصمان الجاي لا حشو معلاش الفن رروقي واخلاق ونزاه الفنان الى عبر على رأيه وقال انا ما بغيتش هاد الحق فهديك رح شخصيته رح ماشي هو عبد لهادك الشخص يدير وتمشي على كيفي ايا نحيدك من طريقي نتمنى حلقتنا اثنى الاعجاب ديالكم وتمنى تخليوا لي يا الفنانين وخصوص الفنانين المغاربة اللي احتى هما متعرضين الاهمال وحتى هما متعرضين المؤامرات وفين وفين عذا باش كنشوفوهم والصراحة خص ما نديروا وقفة احتجاجية باش كل شي يبان وكل شي خصوصا خصوصا ان الفنانين المغاربة عندهم يعني كيترزقوا الله من هادك الفن ديالهم ونهار ما كيبقوا شي متلو فيعني ربي اللي يعالم بيهم خصوصا انه ما عندهم حتى شي خلصة شهرية